حكاية أخرى مهمة جدا 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 قلت أسيبها لكم بس في الأواخر الأحبار محمد صلاح طبعا حرارتكم تبعت قصة محمد صلاح ويورجان كلوب ومحمد صلاح قال لي ليورجان كلوب ويورجان كلوب قال لي لي محمد صلاح والناس قارة الشفايف والحكايات دي كلها تمام؟ عجبني جدا بالمناسبة تصريحات أسطورة كرة القدم الإنجليزية مبارح على انشرار اللي دافع فيها عن محمد صلاح وحمل اللي حصل ده ليورجان كلوب وقال إزاي يورجان كلوب يتعامل مع محمد صلاح أهم من إجمع في الفريق بالطريقة دي ويقعد عدكة هو أهم من جمع الفريق وواحد عمل أهم أرقام في الفريق وواحد عمل أهم أرقام في الدول الإنجليزي ما ينفعش أصلا يقعد عدكة ولو قعد عدكة فلازم يقع فيه تعامل خاص معاه تصريحات زكية جدا من واحد من أساطير كرة القدم الإنجليزية ألان الشرر حوط دي على جمع كلام دلوقتي كتير عن فكرة انتقال محمد صلاح إلى الدولة السعودية طبعاً دي تفتحت من الصيف الماضي ومفاوضات كثيرة مع محمد صلاح مع نادي اتحاد جدة وفي الآخر محمد صلاح كمل مع ليفربول أحكي لك حاجة قديمة وهقول لك الجديد القديم اللي حين كناش نعرفه وده في مفاققة جبيرة جداً أنه محمد صلاح كان أقرب لنادي الهلال من نادي الاتحاد في السعودية كان أقرب لنادي الهلال من نادي الاتحاد في السعودية وكانت المفاوضات أقوى من جانب نادي الهلال من نادي الاتحاد كمان بل أضيف لك شيء آخر أنه محمد صلاح قعد مع مسؤولي نادي الهلال وكانت طلباته من وجهة نظر مسؤولي نادي الهلال مبالغ فيها وهو ده اللي بعد للهلال شوية وحسوا أنه محمد صلاح متمسك أكتر بالدولة الإنجليزية ومش عايز يلعب في الدولة السعودية في الفترة اللي فاتت دي اللي كان في السعود في الماضي وبعد كده دخل الاتحاد بشكل أو بآخر الوضع أي دلوقتي؟ الوضع أنه الهلال مرة أخرى بيفكر ويدرس التفاوض مع محمد صلاح للانتقال لصفوفه في الموسم الجديد مين الهلال لقم واحد ويجي معاه نادي الاتحاد بس الهلال بشكل أقوى الهلال مصر ومتحمس جدا لفكرة أن محمد صلاح يلعب في صفوفه لسه ما فيش خطوات واضحة وكبيرة ورسمية في هذا الأمر ولكن ما زال نادي الهلال مهتم بصلاح ما زال نادي الاتحاد جده مهتم بصلاح خلينا نشوف دعام الجاية هتقول إيه؟ هل صلاح ينتقل إلى الدوري السعودي؟ أم يستمر مع ليبربول؟ أم يخوض تجربة أخرى في أوروبا؟ خلينا نشوف ترجمة نانسي قنقر